اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة وحل العقدة من لسان يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستمعين وسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج نفتح بواب التواصل معكم مستمعين يعني اللي عنده أي استفسار أي ملاحظة أي اقتراح أي شيء ممكن يساهم أن يطور فيه القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة فالباب مفتوح جدامكم تحياتي لكم وحدثكم محمود يوسف العلي واخوكم الصغير واخدكم الأصغر دكتورة ند المولة صبح جلال خير صبح كالله من أخو كبير؟ عيسى سبيل عيسى سبيل أخونا العود أبونا عيسى حنان كله عيسى عموما ولا حنان ولا شيء كله مع الصب صبحكم الله بالخير جميعا فاليوم الجميل وإن شاء الله ما بقى شيء على الخميس باشر إن شاء الله يوم خميس والجو جميل اليوم دكتورة نحن قلنا أن هذا البرنامج نفتح فيه لباب الاستقبال ملاحظات وراء الناس شو هي أرقام التواصل معنا؟ للاتصال على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وللرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة وموجودين لايف فقط على أكاونت هيئة الصحة في إنستجرام وذكركم بالمرأة برابط التأمين الصحي وباقي من الزمن تسعة أيام فقط على انتهاء المهلة طيب اليوم نحن ما شاء الله جدول الفعاليات عندنا في هيئة الصحة وايد فعاليات فعشانتي يعني أسمى وايد مشغولة ما بتقدر تطلع معانا على الهوة بحكم أن ياسا تغطي العديد من الفعاليات فإذا أسمى موجودة مناخذ هذه الرسالة الصباحية اللي دائما يعطينا إياها متابعنا بازوكا يقول قدرتك على البقاء صامتا لفترة طويلة يعكس مدى نضجك وقدرتك على التحكم في الذات صباح الخير صحيح والله يا بازوكا صحيح حتى في دراسة سووها على الناس الناجحين اكتشفوا أن الإنسان كلما تكلم أكثر كلما قل التركيز في عقله فعشان جيت لاقي الناس الناجحين يتكلمون أقل وينتجون أكثر هذا كلام غير سريم منو أنا قلت غير سريم لأن الناجح يعني فيه واحد سأله قالوله إذا خسرت كل فلوسك وكل شي موجود عندك وقدر لك أنك أنت بس تحافظ على شغلة وحدة شو هي شو قال بيزا الكلام قدرتي على الكلام لأن بقدرتي على الكلام بس ترجع كل اللي خسرتك يمكن هم يتكلمون في طريقهم للنجاح بس هم يوصون نجاح يسون ساكتين معرف بعد يمكن قلنا دراستنا لليوم يا محمود ودراستنا اليوم تقول تناول المسكنات خلال نزلات البرد دراستنا تحذر منها فتقول يعني هذه دراسة أجراها باحثون من الجامعة الوطنية في تايوان من استعمال المسكنات أثناء الإصابة بنزلات البرد والإنفلوانزة يزيد من خطر التعرض لأمراض القلب ويعني الدراسة تتبعت بيانات برنامج التيمين الصحي في تايوان واللي تضمن يعني نقل 9,793 شخص إلى المستشفى للإصابة بنوبهة القلب بين 2007-2011 وجدت أن خطر الإصابة بنوبهة القلب ارتفع بمعدل 7.2 بمعدل 2 إلى 7 أضعاف مع استخدام المسكنات وأوضحت الدراسة أن المسكنات والمضادات الالتهابات تزيد من حدة الالتهابات لجهاز التنفسي وترفع احتمالات الإصابة بنوبهة القلب خاصة عند استخدام تلك المسكنات عن طريق الوريد أنت شو رائجي دكتورة؟ والله محمود هذه دراسة مكتوب دراسة جديدة هل هي دقيقة؟ أمي بالمية أنا ما أقدر أتأكد منها ما أقدر أقول ولكن المسكنات بشكل عام كل يوم تلاقي تطلع عليها دراسة جديدة أن لها ارتباط الأم اللي تاخد المسكنات ويد خلال فترة الحمل اكتشفوا أن ممكن لها ارتباط بإصابة الطفل بالربو عقوب قاله أن المسكنات استهلاكها بغير استشارة الطبيب ممكن تأثر على العمل الكبد ممكن سيقصور في الكلة فبشكل عام إحنا نقول يجب مع استهلاك الأدوية في غير محلها ومن غير حاجة ممكن تضر بدل ما تنفع وما ناخذ ولا شيء من غير استشارة الطبيب حتى لو ينبع أوفر ذا كاونتر أو عادي ينبع في الجمعية أو في البقالة يقول لك الفكرة أنك تستخدم أذنيك أكثر من لسانك يا أحلى محمود صحيح من هو هذا؟ دكتورة ناهد دكتورة ناهد صحيح دكتورة نتحيت لك هي وصلت لنا الفكرة معتي مهما ألمتك الحياة أحمد الله وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطأك وهذه أحوال الحياة صحيح تحتاج لصبر ونظر أحمق لكل ألم طيب ناخذ مداخلة من عصام الدين تفضل يا عصام السلام عليكم عليكم السلام شكرا على البرنامج وأحييكم الأول شكرا لك كنت عايز بس عندي آآ ملاحظة آآ أكتر من استفصار بخصوص التأمين الطبي الإلزاني آآ آآ فيه في التعددة المطاريف آآ رسوم التأمين آآ على حسب الفئات العمرية وعلى حسب نوع الأشخاص لو خدم أو كده صحيح لكن عندي ملاحظة على الأم كيف تحدد هذه المصاريف أنا ما نعرف تختار بالبقات التأمينية توقع على حسب الشخص كبار سن خدم صحيح أنا 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 مع أنا مع اختلاف البقات التأمينية يعني انا واحد عايز اه المنمم اه او الستاندرد ادفع ستمية وخمسين. صحيح. واحد عايز لأ المستشفيات الكلها وكده ادفع الفين وادفع تلتلاف وهاكده. طيب اوكي. لكن النقطة ان لأ هما ما سمحوش بكده. لأ ان في مثلا الناس اه مهما انت عايز الستاندرد لأ المستاندرد بتاعك يبدأ من الفين وخمسمية. طب بناء على ايه? اللي هما من حوة كده. خبار السنة خوب والمتال. زي الافئات العمرية لفوق ستين سنة. طيب. الناس اللي فوق ستين سنة قالك لا ما يبدأش ما يبدأش من ستمية وخمسين درهم. آآ زي اه الاطفال والشباب والعمالة. لا يبدأوا آآ من الفين وخمسمية درهم. هنقول ماشي على حسب. بسألك سؤال واحد. بسألك سؤال واحد. جيب لي دولة في العالم. دولة في العالم. ممكن انه تهم تأمن كبار السن اللي عندهم امراض مزمنة. اللي عندهم بعض الاشياء اللي اللي بالفعل يعني مصاريفها عالية جدا. دولة في العالم. ممكن او اه تعطي او تجبر شركات التأمين انه تأمن مثل هذه الفئة. ما في. هذا النظام اللي موجود في امارة دبي واحد من الانظمة المميزة جدا. ليش حطوا هذا الستاندر بداية كبار السن لهذا بهذا السعر. لانه هناك يعني في دراسة وتقييم لهذه المسألة. فأنا ما بغي ارد عليك بشكل مباشر لانه هناك يعني الدكتور حيدر اليوسف هو المتخصص في هذا المجال. اوعدك. اه عيسى اذا تاخذ رقم عصام. انزين. اه في حلقة الدكتور اه حيدر. حيدر اليوسف. اتصل فيك وتطرح عليها هذا السؤال. شو رأيك? اصام عنا? ايوة فنم. اه اه. اتصطري بس مش في الحتة دي انا. انا ما عنديش مشكلة ان الكبار السن يبدأوا من الفين وكمسمية على حتى بمثالا بتزيد الامراض فيهم وكده. لكن التفريق بقى ان لو الزوج هو اللي عمل الاقامة لزوجته. اه. وكانت زوجته فوق الستين سنة. اه. تبدأ بتاع التأمين الصحي بتاعها من ستمية وخمسين. لكن لو الابن او اي شخص اخر او الابنة عملوا الاقامة للامة. اه. لو كانت ام وفوق الستين سنة تبدأ من الفين وخمسمية. طب ما هما في الحالتين هي فوق الستين سنة. صحيح. والله لا مش صدق. لأ يعني صحيح حالتين ستين. طيب انا خلني اتأكد من هذه المعلومة ممتاز. لكن لو ابن اتبعتم اه. هذا الكلام سليم ازين? هذا الكلام سليم اللي نحن ممكن نستفسر عنه. خلني نتأكد من هذه المعلومة عصام. انزين? ونشوف مع الدكتور. وايضا بطل صلبك بعد في حلقة الدكتور اذا ما عندك مانع. شو رايك? ما فيش مشكلة تحت امر. تسلم يا سيدي. زاكر الله خير. نهارك سعيد. اه. بالفعل يعني اذا كانت المسألة هذه نبغي يعني. تفسير. تفسير ليش الزوج بهذا المبلغ والزوجة بهذا. الابن والزوج فيه فرق. اه. لان اذا فيه فرق وهي الحالة هي وحدة وحدة يعني. محتاجين تفسير فيها. والله يعينك عليها دكتور حيدر لانا لازم نيبك في القريب العاجل. طيب. اه. وضح الصوت الحين كان. لش ما تربطون التأمين مع الاقامة? التأمين مع الاقامة مربوطين. هذا شو يقول? يقول نعم الباقة عند تجديد الاقامة شامل الفحص الطبي. يعني اه اتذكر دكتور تكلمنا فيه في هذا بهذا الموضوع والله ما أنسى الإجابة ما أذكر شو قال بس عموما ما يطلع فاصل إذا قدرت تواصل مع الدكتور عن طريق التلفون بأخبركم فاصل وراجع إن شاء الله صحة وسعادة احترام سعد الله وقاتكم بكل خير يعني ضيفنا اليوم أنتم تعرفوني يعني دكتور علي خماس السشاري جي راحة السمنم السشفة راشد لازم يدخل قبل الفاصل بعد الفاصل ويضارب نكلف صباح كله خير دكتور خير والنور قل لي تثيرون تثيرون الشجون بأحاديثكم عشان تشيلوا الواحد يضطر يتكلم في الفاصل يا سلام عليك يا سلام يقول تثيرون الشجون ما في الأفراح ها هي هي مخطنة عشان أسماء البنات شيء من وحدة اسمها الشجون ووحدة هي مطرح من الشجون يعني حزن أيوال عموما حصلت وحدة جراحة السمنة بقسم الجراحة العامة بمستشفة راشد على شهادة التميز العالمي من الولايات المتحدة الأمريكية في الجراحة العامة وجراحة السمنة المفرطة وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الوحدة خلال السنوات الماضية في مجال جراحات السمنة نحن ما نتحدث عن هذا الإنجاز معك دكتور وما نتكلم عن الخدمات اللي موجودة في مستشفة راشد في هذا المجال وإن شاء الله بعد يعني ما تروج وائد حق عمليات السمنة أنا روجت وخلصت اللقاء السابق عموما عطنا الفكر عن هذه الشهادة والجهة المانحة لها دكتور الجهة المانحة لها يسمونها بالإنجليزي SRC Surgery Review Corporation صار لنا تقريبا ثلاثة شهور نحاول نترجم هذا المسمى العربي بس نقدر نقول أنها مؤسسة أمريكية للاعتماد المؤسسي هي تعتمد مؤسسات طبية في تخصصات مختلفة يعني ممكن تخصص جراحة القولون جراحة المعي العلوي جراحة المخوى العصاب هذه شغلة تعتمد المؤسسات تعطيهم Center of Excellence مركز متميز فيهو عندنا قبل سنة وزيارة ميدانية لازم يزورون ميدانيا يعني ما يكفي أن نعطيهم معلومات عن القسم والسي فيز والمشعار في إيش وكيف النظام لازم يجب أن يعملون زيارة ميدانية فهو عملوا زيارة ميدانية قبل سنة أقريبا مروا على الأقسام مروا على قسم العناية المركزة مروا قسم العمليات حتى تكرمون الحمامات يدخلون ونرى هل الحمامات هذه تستحمل الأوزان العالية أم لا شيكوا الأسرة شيكوا سرير العملية يعني هي الفكرة أول شيء أنهم لايين عشان يشوفون درجة الأمان الموجودة في المستشفى لها النوعية من المرضى ممتازم لأننا نتكلم عن مرضى السمنة الأغلى بيتبادر إلى ذهنة وزن 110 و125 و20 بس هي أوزان أبو 180 و120 أنا أبغي 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 سكسوال أكثر وزن استقبلته في مستشفى راشد عندك خبر كم؟ هذا كان قبل أن أبدأ أن أشتغل في مستشفى راشد كان 390 ماشاء الله بس لم يتم إجراء له العملية وهو فيها الوزن وأنما خضى على برنامج مكثف لمدة سنة هذا الكلام في 2007 في 2008 أجريت له العملية كان وزنه 267 ماشاء الله وهذا كان دخلته وين موجود له؟ هذا كان في غرفة بروحة كان سرير يعني مش مثل أسرة المستشفى العادية وهكي الأيامها في 2008 أصلاً وحدة جراحة السمنة ما كانت موجودة في مستشفى راشد فاستقطب له أطباء مخدر جاء من أمريكا والجراحين من السويد ماشاء الله مطاز ومن بعدها بدأ مستشفى راشد يخطو خطواته الأولى في جراحة السمنة ممتاز زينا أحيانا ما نرجع لهذه الشهادة الدكتور أهمية حصولكم على هذه الشهادة شوف نحنا كنا واثقين راح نحصل على هذه الشهادة الله وكبر يا سلام ثقة جميلة الموضوع ممتشي الموضوع أنك أنت أي واحد يقدم خدمة أو يقوم بعمل دورياً لازم يراجع العمل لي قدمها لم تعمل ريفيو إذا أنت تراجع العمل تراجع نسبة ما بقول نسبة الخطأ نسبة المضاعفات عندك نسبة نزول الوزن نسبة رضا المرضى كم عملية سويت في السنة فنحن نعرف تقريباً المؤسسات العالمية شو أرقامها فنحن كنا عارفين أن أرقامنا جيدة وكنا ناخذ درجة أمان عالية يعني متبعين المعايير والشروط العالمية في تقديم الخدمات هذه نعم حلوة هاي الكلمة يبقيتني لا تلعب في المايك من المقابلة اللي طعف الدكتور والله صوت يصعى الليس كنت يسموني متقشرة شي سأرجعها دكتور علي لو ممكن بس إحنا تكلمنا عن الخدمات التي تقدمونها في اللقاء اللفات بس عشان نكسر حاجز التوتر بينك وبين محمود إذ من الخدمات ولا توتر أي شيء متوتر دكتور مني ولا منها لا أنا أكثر شيء متوتر منك صراحة بيش لأنك تتوتر الواحد يعني أنا ما أقدر إلا أني أمسك المكروفون أنا عشان متعود على الإذاعة المدرسية لأتي المصباح وياك المرة لياي دكتور اللي خليك ويستغفر رب العالمي واتش اسمه موجود؟ عندنا مجموعة يودا هي زي فديك يلا ماشا آه أوكي ممتاز نزين دكتور علي تعرف المستمعين بالخدمات والأبرز العملات الخوفية الخدمات غير أنا نحن ما بتكلم عن الجراحة والجراحين طاقم الجراحة في سبع سبع جراحين أربع ستشارين وثلاثة خصائيين أوائل بس عندنا طاقم تمريض لأن هذه اللي يحتاجون عناية خاصة عندنا شيء نسميه كوردينيتر نيرس ثنتين يعني يتابعون المرضى لأنني أنا كدكتور ما أقدر أتابع كل شيء يعني التصليف هذا قولي لكي التصليف هذا سوي أحجزي لهذا موعد أكسترا هذا شوية أنا مبعاجبني لا أنا أشوفها لسبوع الياء هذا العيادة فل دكتور ما ليه خلاص بس بالتلفون بالواتساب مع الكوردينيتر نخلص الموضوع عندنا قسم قسم الجهاز الهضمي اللي هو بالنسبة لنا قسم مساعد جدا إذا لا قدر الله صار في تسريب أو شيء فهم يحطون دعامات للتسريب إذا فصار شيء مضاعفات نحن بنشوف مثلا المعدة من داخل كيف شكلها قبل العملية بعد لازم نعمل منظار المعدة عشان نشوف إذا فيها أمراض تحتاج علاج قبل العملية عندنا قسم الأشعة التداخلية اللي هو ممكن إذا صار فيه خراج أو تجمع سوال أو شيء بالأشعة التداخلية بدون تدخل جراحي أنه يقوم بسحب هاي السوالة أو الخراج أو هالشيء عندنا قسم التخدير يعني أنا أذكر في 2010 لما كنت أدخل غرفة العمليات كان في ثلاثة استشارين واقفين يخدرون مريض سمنة أبو 130 و140 كيلو اليوم تدخلين غرفة العمليات في مستشفى راشد طبيب أخصايا آجي واحد بروحي يخدر مريض لأنه خلاص يعني أول شيء التقنيات اختلفت أجلبنا تقنيات جديدة الستاف تدرب قسم العناية المركزة يعني قبل كان لقدر الله اللي يصير فيه تسريب أو شيء وهذه مضاعفات تحصل في 1% من المرضى يدخل العناية يتم شهروا شوية اليوم نادراً ما حد يصير عنده تسريب ويدخل العناية وحتى لو دخل العناية قسم العناية صار صار يتصرف بطريقة مختلفة لأنه دكتور أنت تعرفين الناس اللي عندهم زيادة كبيرة في وزنهم عندهم زيادة كبيرة في نسبة الدهون صحيح ولما نحسب نحن الأدوية لهم بالكي جي تطلع غلط لأنه ما عندهم لين بادي ماس مو بمثل الناس العاديين فيه كمية هائلة من الخبرة المركز يحتاجها عشان يكون عشان يعمل هاي العمليات بعدين صرنا متخصين في علاج المضاعفات اللي ناس أو مراكز ثانية في دبي وخارج دبي يحصل عندهم مضاعفات مثلا ما يحصل عندنا هنا مضاعفات هذا الشأامر لابد منه يعني في الجراحة بس فصرنا نستقبل حتى حالات الناس الثانين عشان نعالجها قمنا نعرض قمنا نسوي دراسات ريفيو يعني مش دراسات نحن نجرب عن الناس وانما نشوف نتائجنا ونعرضها في المؤتمرات العالمية نعرض فيديوز نعرض نتائج عملياتنا فنعرض المضاعفات كيف تعاملنا معها طريقة في طرق جديدة ابتدعناها في علاج بعض المضاعفات كل هذا الحمد لله تحقق فيعني أنا شخصيا شخصيا بالنسبة لي الشهادة اللي حصل عليها اللي حصلت عليها وحدة جراحة السمنة في المستشفى تحصيل حاصل أنا عارف أننا امتازين بارك الله فيكم ها فضل جهودكم أنا أكيد دكتور علي أنا تعجبني هذه الثقة الموجودة عندك دكتور وهذه يعني تأخذين على أسئلة الجمهور فما نختصر في الرد لأن الوقت وهي ضيج أرجوك يا دكتور إذا وزني 119 كيلو نفسي أخلف وما بنزل في الوزن مع العلم أني آخذ دوة دوة فيكتوزة وعمري 34 سنة شو تنصحون اسم الدوة فيكتوزة عارف عارف ما للسكر الناس تأخذه تنزيل الوزن السريع دكتور الله يخفي ما في فائدة أول شيء أنا ما عارف السائل حرمة ولا ريال بس إذا عندها عقم فإحتمال عملية تساعد سواء كانت رجل أو أمر بس تساعد الحريم أكثر صحي صباح الورد دكتور علي خمال صباحك سكر طاق من برنامج الإداعي والله أفضل شي تنزلي وزنك أنه بيأثر عليك في فترة الحمل ويمكن لا سمح الله تعاني من أمراض أخرى واسمعي رايي الدكتور صحي الوزن ما ينزل بزيدكم من الشعر بيت الحرمة اللي عندها وزن زائد عيالها يطلعون اسمان ونفس الحرمة لما تنزل وزنها وتحمل مرة ثانية احتمالية أن عيالها يطلعون اسمان تطلع وايد أقل هذا شيء غريب حتى يأثر على الكروموزومات الانضباط والإدقان هما أهم عاملين للنجاح وهذا مشهول له في قسم جراحة مستشفى راشد أنا راجع الدكتورة يعني ذكر رسم المستشفى الدكتور كتبت لي الدواء أوكي دكتور علي منور الستوديو أي والله منور ما في عقم حرمة ما في ما في عقم حرمة يعني هي تقول أنها ما عندها عقم هي بس تبع زيادة عيال بس مو هذا نفس الشي هي محاولات يعني هي أوكي يمكن أن يكون عندها طفل ويتبع طفل ثاني أو طفلين ويتبع طفل ثالث وعندها عدة محاولات هي يعني أنا لا أقول أنها عقم بس ويشبر يعني دكتور بنقوله بس عاملية تحويل مسار أفضل أول شيء لازم تشوف طبيب جراحة سمنة هو اللي بيحدد لها شو اللي أحسن لها الطبيب ترى هو اللي صار في الله هذا فيكتوز تقول لما منور لا هذا من طبيب جراحة سمنة هذا طبيب أبو بيزات زين يا جماعة تعرفون سمنة تخلي الوحدة ما تحمل لأن بالعادة مع ارتفاع معدل كتلة الجسم يزيد في بعض النساء يزيد عمل الإنسولن الإنسولن يسوي مناعة لغرس البويضة عشان شو العلاقة يعني ما الرحم نفس الرحم ما بيض نفس المبيض صحيح الكلام هذا قل لي إن كانت قالت فقد صدقت الله وكبرك ونحن نقول لك دكتور نحن وايد سعيدين فيك وايد السانس ووقت يمرر سرعة معه فإذاك الله خير ما دري عندك كلمة آخر كلمة تبغي تقولها دكتور نحن اليوم لقائنا كان عن الشهادة والشهادة هي شهادة أنه عندنا درجة أمان عالية في المستشفى للمرضى والشهادة هي اللهم تأكيد تعالى هي الدرة التي تعلقها في العقد يعني هو العقد موجود منه ولكن واقع هاي يا السلام يا السلام مبروك يا دكتور إن شاء الله من إنجاز إن إنجاز مشكور إذن كان معنا الدكتور علي خماس ستشاري جراحة السمنة بمستشفى راشد وستانسنا وياها دكتور أيو الله عموما بعد الفاصل عندنا موضوع وايد مهم موضوع وايد جميل موضوع يمكن وايدين منكم ما يعرفون عنه لكن بتستفيدون منه فابقوا ما بقلكم شو الموضوع قلت في بداية الحلقة تابعونا بعد الفاصل صحة وسعادة صحة وسعادة صعادة الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي طبعا قبل الفاصل أسول في الدكتورة ندى قلت لها تعرفين شو الرنيني الحيوي؟ شو قلت لها الدكتورة؟ عمي بضحني محمود علاوة أنا قلت لها أماراي أماراي لأن الترجمة يعني يكون الاسم بالعربي مرات مارعة نربطه بالاسم الإنجليزي فعشان نتحاشل ننترجم إحنا من الإنجليزي للعربي قسم الرنيني الحيوي في مستشفى راشد هو يعني يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في علاج مختلف الأمراض وحقق العديد من النجاحات في هذا المجال لينما صار يعني وحدة من الوجهات اللي يسعون لها طالبي العلاج من داخل الدولة وخارجها هذا القسم خدماته متنوعة وأيضا هذا العلم علم يعني كبير وعميق فنحن نتعرف على هذا العلم وهذا القسم مع الدكتور عيسى سريم استشاري ورئيس قسم العلاج بالرنين الحيوي في مستشفى راشد صباحك الله بالخير صباح الخير صباح الخير حسنا سهلا دكتور أول شيء نحن ساعدين بوجودك معنا اثنين يعني خلن نشرح للمستمعين ما هو الرنين الحيوي حقيقة دعني أبدأ بما تفضلت في الدكتورة كثير الناس بتخلط ما بين الرنين الحيوي والإماراي البايوروزونس والإماراي ايش الفرق بينهم؟ انه الرنين الحيوي هو طريقة تشخصية وعلاجية أي عملية القياس بالترددات وهذا العلم موجود في أوروبا موجود في أمريكا موجود في اليابان موجود في المستشفيات اليابانية الألمانية الأمريكية ممتاز قد يكون في بعض الولايات مثلا أنه ليس بالشرط أنك أنت الاعتماد من الـ FDA ولكن فوق الـ 10,000-15,000 طبيب ومركز على مستوى العالم بمارس البايوروزونس الـ MRI هي طريقة تشخصية تصويرية صحيح ويأخذ التردد تبع العضو عبر الدم يعني كثير من المرضى اللي بيزوروا مستشفيات العالم وعدد كبير منهم وهذا العبئ الكبير على الدولة دائما أنه عنده السبتومز عنده أعراض ولكن عبر التشخيص لا شيء وهذا مكلف لأنه هذا بينتقل من طبيب إلى طبيب ومن بلد إلى بلد دون فائدة لكن بالتردد في قياس التردد يعني هناك هذه يعني ما في طريقة لإله أنه يقول أنه أنا ما عندي شيء رح يبين عبر تردد الدم كل موقع من المواقع أنه هل هو من أين يعاني يعني ناخد إحنا مثل على مثل بسيط جدا 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 على التبول العرادي عند الأطفال مشكلة الشائعة هاي بها الشائعة الإبيليبسي الصرع الصرع بناء تطلع على الوهن إذا أنت هناك يجب أن تعمل على قياس ترددات الدم لكل أعضاء الجسم اثنين قياس تردد المادة على الجسم اللي بيعمل في المستشفيات أنه أنت بتأخذ عينة من الدم وتفحصها على المادة هذا ليس بالفحص الدقيق بما يخص الأمراض المستعصية والأمراض اللي ليس لها شرح لم؟ لأنه أنت بدك تفحص تردد المادة على كل عضو لوحده صحيح فهذا لا يمكن لك يا دكتور أنك أنت تفحصيه في المستشفى زي ما أنت عارفه أبدا ما ممكن اثنين الحالة المرضية يعني أنت بدك تطلع على المرض بدك تطلع ما هي أسباب المرض لما نقول مثلا بسيط جدا الحساسية الحساسية هي تعبير عن فوضى داخلية فهي ليس فقط أنك أنا أعطي الكريم أنا بتحدث على الفئة التي لا تستفيد من العلاجات المتعارف عليها في المستشفيات صحيح تطلع المرضى اللي بيجونا ما بيجونا دايريكت بيجونا الغالب منهم محولين من أقسام يعني بالذات احنا تابعين لهيئة الصحة احنا تجيونا تحويله من العيادات الخارجية على الرنيل الحيوي في دائرة الصحة صحيح ويعني حتى إذا كان الرنيل الحيوي أو الأوزون وهو العلاج للطب البديل المتكامل فبتيجي عملية التحويل يعني فيه تعاون بيننا وبين أقسام جميع حتى من المستشفيات الأخرى صحيح من أبوظبي العين أو الإمارات الشمالية لأن تنظري أنه أنت لما بدخل المريض أنت بدك تعمل قياس كامل متكامل لكل أعضاء الجسم صحيح ثم بدك تعمل القياس لتردد الدم ثم بدك تعمل القياس للترددات المواد ثم المريض يجيب معه الأدوية تبعه ويجيب بعض الأكل وهنا يعني بدك تطلع أنك أنت أي الأكل اللي أنت اللي متعارف عليه اللي هو عامل عندنا مشاكل عند المريض يعني أنا بنظر على سبيل المثال عندما ننظر إلى الإنسولين ريزستنس مقاومة الإنسولين مقاومة الإنسولين للأسف هي أنت القياس تبحى قياس في الدم صحيح ولكن هناك كثيرا من المرضى اللي عنده إنسولين ريزستان هذا ما ممكن فحصه في المستشفيات في المخابر العادية أبدا لأنك أنت بدك تأخذ تردد السكر وتفحص كل منطقة وخاصة المناطق المصابة لأن عملية العلاج ما هي أنه في عملية العلاج أنك أنت تأخذ ترددات تبعة الجسم التي تحتوي على ترددات سليمة وترددات مريضة لأن ماذا نعمل؟ نفصل هذه الترددات عن بعضها منقوّ الترددات السليمة ومنمح الترددات المريضة ثم أنه إحنا نعمل على إزالة تردد المادة المعيقة في المنطقة المصابة اللي حتى تساعد لأن نأتي إلى عملية الأدوية للمريض الأدوية للمريض أنه لها إحنا نعمل على قياس هل الدواء هذا سليم إلى المريض نعم أم لا؟ الدوز تبعه الجرعة الجرعة تبعته قديش لازم يأخذ؟ واثنين عم تنظر أنك أنت بعد عملية العلاج بصير المريض يتجاوب مع الأدوية أفضل بكثير مما كان أول يعني إحنا بننظر أكبر شيء وبسمعوني حتى الكامل الكبير من المرضى على سبيل المثال الصرع بتشوف أنه الهدف تابعنا الأساسي ما هو هو أنك أنت بتتحدث على أمراض مستعصية مثل الأم أس أو الصرع أو أيرا ذلك الأمراض العديدة أنت لا تتحدث عن العلاج الكلي صحيح حتى مرضى السكري لا تتحدث أنك أنت بدي والله بدي يجل الرنين الحي ومعناه بدي يطلع على الإحصان هذا ما صحيح لا لا أكيد لكن أنت بتتحدث على التقليل تبعت وين الأعراض الجانبية اليومية اللي بعاني منها المريض والمستشفى بالتعامل مع المريض الدرجة الأولى في عملية مثلا الصرع أول شيء إيقاف السكريات إيقاف النشويات وخاصة البطاطا لأنه هذه بتزيد من الترددات الكهربائية في الدماغ الآن بنعمل بهذا البرنامج فمنصير نتطلع على الأدوية إحنا أنا كم كبير من المرضى أنا ما بدي أقول وصلنا إلى الزيرو ولكن وصلنا إلى 25% يعني بعدما كان يأخذ 100% الأدوية اليوم بيأخذ 25% وبتطلع أنت الكامل كبير كمان للأسف الشديد أنه من النساء اللي بتعاني يعني معاناة كبيرة خاصة من النساء اللي بتقابلي على الزواج أنه بتطلع بدها أنها تحل المشكلة قبل أن يعرف الزوج وغير ذلك فهو يطلع على عملية النظام الغذائي والعلاج بالتردد دكتور نحن سمعنا أن الرنين الحيوي حتى يساهم في علاج السرطانات أمراض السرطان كذا هل هذا الكلام سليم أو لا شوف شكرا على السؤال العلاج بالرنين الحيوي أو الطريقة الرنين الحيوي هي نعم أنت تتعامل مع تردد ولكن عندما تأتي أنت في عملية لمرض السرطان تعتمد على تجاوب المريض مع العلاج تماما مثل المستشفى في عملية الأدوية هناك أدوية تتجاوب معها المريض وهناك أدوية لا تتجاوب معها المريض اللي عندنا ما هو ليس تجريبي وإنما قياسي عندما يحضر المريض بيصير عندنا بروتوكول كامل يسجل كل القياسات تبعه لأنما بحضر مرة تانية بدك تعيد القراءات الجديدة وتقارن بين القراءات الأولى والتانية حتى تعرف أي الترددات التي يجب أن تعطي له ولكن في الأول والآخر وتعرف ماذا يقوم للقانون الطبيب يقوم بمهمة ولا يضمن نتيجة صحيح زي الدكتور العلاج بالرنين الحيوي بالعادة كم جلسة يحتاج بالمعدل؟ نعم شوف مختلف يعني حسب إذا كان أكيوت أمراض حادة أم أمراض مزمنة الأمراض المزمنة والمستعصية هذه طريقة طويل صحيح فمنحاول إحنا أنه نعمل العلاج أو الجلسات تكون متباعدة لأنه إحنا نعلم تماما أنه العلاج هذا حياخد فترة أطول صحيح أما الأكيوت مثلا الأمراض اللي هي الحادة الألام هنا وهناك ها هذه بتاخد جلسات قصيرة يعني من سبعة إلى عشر جلسات بالمتعارف عليه نعم الجلسة الوحيدة عندنا اللي ما بيجي المريض أقل شي عندي ساعتين يعني القصة مش قصة صحيح يعني القصة إنه والمريض بيرى بعينه والأجمل من ذلك أنك أنت بتعرف المريض على حالته المرضية على حالته المرضية اللي هو لا يراها صحيح يعني على سبيل المثال نحن نعمل على قياس ترددات على قياس الضغط دكتورة أنت بتعرف أنه أنت الابي انديكس اللي هو فحص الضغط في الذراعين وفي القدمين صحيح عندما تقيس الضغط في أسفل القدم فبتشعر أنه هناك إما في أنارزم أو في اشتينوزز حسب حالة المريض أو تضيق فيه أو تضيق أو توسع أو توسع واثنين أنت بتعطي تردد ماذا التردد؟ إحنا منقول أنه قياس التردد في الدماغ وفي القلب تماماً لأخوة المستمعين أنه عملية القراءة للمشاهدة التلفزيون أو سماع الراديو بالرموت كنترول أنت تبحث عن المحطة فإحنا ناخد وين؟ المستقبل والمرسل فإحنا نبحث عن المحطات اللي داخل الجسم اللي ترددها غير سليم فبيكون عندنا واضح فالقصة سهلة ممتاز هل يصلح للأطفال؟ نعم نعم إحنا عندنا الأطفال حتى حديثي الولادة هذا عندنا واثنين عندنا أطفال إحنا عملية عندنا الآن من فضل ربنا إنه إحنا 15 سنة إلنا في العلاج برانيين الحيوي من فضل ربنا من فضل ربنا وليس من يعني من الأداء ولكن هذا من رب العالمين لم تسجل عندنا حالات على الإطلاق أي حالي نيجاتيف يعني إحنا منقول النسبة الاستفادة عندنا عالية جداً ولكن أيضاً في ناس عندنا استفادتها كانت قليلة صحيح وهذا لا يعيد على الإطلاق صحيح أكيد دكتور أنا أريد أن أتكلم أنت يعني ابتكرت مجموعة ابتكارات غيرت مجرى العلاج برانيين الحيوي وخدت عليها أيضاً براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية دعنا نتكلم عن هذه الاختراعات شوف إحنا وقعنا اتفاقية مع جامعة دايتون للتعاون العلمي هذا الاتفاق لم يأتي حقيقة صدفة لما نتحدث عن اتفاق مع جامعة دايتون وانت المتعارف عليه أن الجامعة بتوقع مع جامعة صحيح الآن لما نتحدث عن هذا الابتكار أنه أنت يجب أن لا تتوقف عند نقطة واحدة وتبقى عليها نحن نشكر الحمد لله يعني كان إلنا أنه أخذنا الموظف المبدع في 2011-2010 مرتين ثلاثة كرمنا من الدولة ولهذا أنت العملية لم تأتي صدفة صحيح فالعملية أنك أنت الآن بتطلع نحن في دول يعني مرضانا 90% أيضاً في الخارج في مرضى من دول الخليج مرضانا من كل العالم المريض اللي بيركب الطيارة وبيجي لعنا لا يمكن وإحنا بالمناسبة إحنا ما عنا ويب سايت ما عنا على الإطلاق عنا المتعارف لماذا؟ نحن نعتمد على شهادة المريض وهنا المصدقية غير يعني مكترثين يمين إلى المؤسسات التجارية اللي ممكن تعطيني شهادة تجارية وتعطيني وسام تجاري وعطيني هنا وهناك أنا أعتمد الوسام تبع والختم والمصدقية تبعتي من المريض المريض هو اللي بقول للمريض إني أنا استفدت ولهذا بتشوف أن عياداتنا مزدحمة من المرضى إلى المرضى صحيح وهنا المصدقية السليمة طيب دكتور هنا فيه تعليق يقول صحيح زوجي عند قياس ضغطة بالقدم اكتشف الدكتور الخلل ومن بعدها خضى لعملية تركيب بالون في القلب وفيه دكتور عشان بس نسهل العملية على المتابعين لأن فيه بعض بعضهم يقولون لينا حين أحاول أني أنا أفهم الموضوع نعم 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 يقولون نحاول أن نفهم الموضوع فخلنا نبسط المسألة لها نبسط إحنا الآن إحنا عندنا تخطيط للدماغ تخطيط للقلب بما أنه عندنا التخطيط للدماغ والقلب إحنا هذا التخطيط بدو يعطيني الحالة التشخيصية اللي بناء عليه إما الطبيب بدو يكتب الدواء أو بدو يعمل عملية المريض صحيح الآن إحنا بنعمل تخطيط لكل أعضاء الجسم وهذا لأول مرة أنك أنت بتقيس التردد لكل أعضاء الجسم وبتشوف الحالة إيش هي الحالة أي الجانب الوظيفي للعضو الآن هذا الجانب الوظيفي بدو يبين عندي في القراءة اللي عندنا ما في عندنا أنه أعتقد أتخيل أتصور وإنما اللي عندنا قياسي الآن هذا المريض بدو يشوف أنه عنده على سبيل المثال عنده ألام في أعلى العمود الفقاري هي مربوطة في الغدد والهرمونات والأوعي الدموية عنده ألام في أسفل العمود الفقاري بدو يكون عنده مشاكل في القولون في المثاني في الرحم أو البروستاتة عند الرجال فإنت عثاني تعالج ألام الظهر بدك تعالج مسببات الألم وهذه حقيقة النقطة اللي كم كبير من المرضى بيجهلوها وللأسف الشديد بعض الأطباء فيه شخص كان يتكلم عن رجل الحيوة وإنه ممكن يشوفون حتى الواحد اللي ملبوس أو فيه لا لا شوف هذا لذا ما صحيح أنا دائما حتى المرضى لما بيجو هذا كلام لأنه أنت في النهاية في النهاية تريد قراءة صحيح أنت الآن هذا المنقصة أنه ملبوس والجن وأنه هذا كلام صحيح هذا كلام يعني للأخوة يعني هناك اعتقادات عديدة في هذا البلد مع كل الاحترام والتقدير لكن يجب أن تذهب في النهاية إلى الجانب القياسي صحيح وليس إلى الجانب الاعتقادي صحيح لهذا الجانب القياسي هو اللي بيكون الفصل بيني وبين المريض أنزل دكتور عيسى بس نحن نوضح للمستمعين يعني بعد هاللقاء اليوم أتوقع كثير بيروحون العيادات يقولون حولونا عرانينا الحيوي أنا عندي مشكلة من الزمان عندي ألة من الزمان فشو هي الاعتبارات اللي نحطها في بالنا كبير ما نحول المريض على الرانينا الحيوي أولا خلي اللي بدي يجينا على الوحدة تبعتنا في قسم الرانينا الحيوي الرانينا الحيوي إنه بدي يكون عنده تحويلة من المريض من الطبيب تبعه حتى تطلع أنت لماذا؟ لأنك أنت بدك تاخذي أنه وين؟ العيادة عندنا مزدحمة فلا تريد أنك أنت أحنا نبحث عن الحالات الحقيقة تحتاج لنا صحيح وليس إلى من كل مهبة ودب أكيد تمام؟ حتى الناس اللي بتحتاج أنها تستفيد صحيح عن الكل فأنت بدك أنك عملية التحويل وتطلع أن هذا المريض حقيقة مرت في مرحل علاجي ولم يستفيد وهذا النقطة الأساسية اللي منخفف فيها العبئ على المريض على الدولة على صحيح لأنه طبعا كل جرسة مكلفة تكلف الدولة مبالغ تقدم مجانا للمريض ولا تكلف الدولة أنا على هذه النقطة أريد أن أتكلم عن موضوع اللي ممكن تساهم في دراسات الرانينا الحيوي في الوقاية من الأمراض يا أخي سعدك يا محمود نعم شوف نحن ننظر إلى جانب هام جدا أن الدولة هي دولة معطاقة لا تقصر على الإطلاق في قصة المرضى ولكن نحن ننظر أن هناك عدد كبير من المرضى اللي هي الأمراض المستعصية عند الأطفال عم بتزيد في الدولة صحيح ما حدث أنه تغير تردد دم الأم تغيرت تردد دم الطفل فهنا تبدأ عملية وين؟ البحث عن ليس العلاج عن ما هو موجود وإنما إيقاف ما هو قادم إيقاف ما هو قادم أنه إحنا بنعمل الآن أنه فترة وتقدمنا فيه مع دائرة الصحة أنه علاج الحوامل خلال الحمل فقط بعد الشهر السابع وأنه نتائج ممتازة لغاية الأن لم تسجل من فضل ربي علينا أي حالة نيجاتيف بالعكس الحالات ممتازة وأيضا عملنا مشروع مع المدارس أنه بحضرات حتى مع دائرة الصحة على المدارس واستقبلنا أن الطلاب تبعين البقاصة البنات تبعين المدارس أنه قبل الزواج كيف تصلح التردد تبع الدم بحيث أنه إذا حملت يكون الحمل سليم لأنه كل هذه الأمراض المستعصية تنتج فترة الحمل اللي هي الفترة اللي ممنوع الاقتراب من الحمل صحيح طيب دكتور كانوا يسألون عن تكلفة العلاج كم هي التكلفة نعم على الأقل الزيارة الأولى التشخيصية العامة أنت بتحكي على هذا لا تكلف للمريض إذا أتى إلى العيادة في وحدة الرنين الحيوي في مستشفى راشد هذا بده تحويله بس تحويل طيب السلام عليكم موضوع اليوم جميل مجرد معرفة لكلمة الجلسة العامة الأولى عند اقتراح تفضل اللي عند اقتراح يمكن نحن وصلنا للختام حلقتنا اليوم يعني فدكتورك يعني في أقل من دقيقة كلمة تبغي توجهها قبل أن نختم أنا بتحدث أنه حقيقة أنه على المرضى على المرضى والأطباء البحث عن ما هو جديد وليس البقاء وإعادة ما تم عمله صحيح للأسف الشديد أنه إحنا إذا كان مريض يعني أنت بتنظر إلى المرضى اللي بيروحوا إلى العلاج في الخارج وهنا لذاك فللأسف الشديد اللي نعمل في دبي بين عمل في الخارج وبينعاد مرة تانية صحيح بس أنا الآن لا أتحدث عن إيادة الخاصة أتحدث عن إيادة هيئة الصحة هيئة الصحة نعم طيب شكرا لك دكتور عيسى سليم السشاري ورئيس قسم العلاج برنين الحيوي في مستشفى راشد إن شاء الله تكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله عن هذا الموضوع لأنه موضوع شيخ والناس مهتمين فيه لكن أغلبهم ما يطلعون على الهوى شوف يأخذون الاسم تحت الهوى أنا عارف تحكي كلمة واحدة بس تكلم للأسف الشديد أحيانا بتكون أنت سعيد في مساعدة المرضى ولكنك حزين في ماذا؟ إنك لا تستطيع أن تأخذ أشرطة الفيديو التصويرية إذا كانت نساء أو رجاء قبل العلاج وبعد العلاج لأمور ثقافية ولأمور اجتماعية ولأمور ثانية فهذه هي داتا مفقودة شكرا لكم شكرا لك دكتور شكرا لك دكتورة ندى شكرا لكم نورتينا اليوم شكرا كل يوم شكرا شكرا لك عيسى سبيل وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد عندنا حلقة باترة هي باترة مو بجمعة باترة الخميس هي الخميس الوينيس دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم